السلام عليكم ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة هنعمل مع بعض تحدي هيكون بيني انا وقناة سوبر زيزي اتفرجوا على طريقتي وطريقتها وحكموا ما بيننا اهم حاجة تتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تقدروا تحكموا ما بيننا انا زيكم معرفش هي ايه طريقتها اللي هتعملها انا وهي هنتفرج عليها زيكم قيموا الطريقتين ويلا احكموا ما بيننا وحطونا تقييم من عشرة لاختر طريقة عجبتكم عشان لو عجبتكم فكرة التحدي ان شاء الله هنعملها مرة تاني وكل واحد يشاركنا برأيه ويقول لنا ايه اكتر طريقة بستفلورة عجبته اه ويا قبل ما نبدأ الفيديو ياريت هتعملنا لايك وللسه معاش اشتراك في القناة ايه اعمل اشتراك في القناة وما تنسوش تشيروا الفيديوهات بتاعتنا عشان تعدونا ان القناة بتاعتنا تتعرف اكتر ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض اول حاجة هنجيب طبق وهنجيب اول حاجة بمكوناتنا نصف كوبات سمن وتكون بدرجة حرارة الغرفة هنبدأ نفضيها بعد كده هنجيب نصف كوب سكر وهنفضي على السمن وبعد كده هنجيب اتنين بيضة ونضربهم كويس هنحط عليه شوية فانيليا رشة فانيليا كده هنضربهم ونكبوهم على الخليط هنجيب المضرب الكهربائي بتاعتنا يجب ان تعمل المضرب الكهربائي ما ينفعش تعمليها في الخلاط لان امسيح الخلاط مش هتبديكي الهشاشان او المسيجة اللي انت مطلوبة منك هنبدأ نضرب حوالي خمس دقايق كيه يكون خلصنا مع بعض هنضيف بس معلقتين لبن كبار وهنديها ضربة بسيطة خالص كده عشان اللبن وبعد كده هنحضر اتنين كوب دقيق في وعاق تاني والكيس بيكين بودر هو يفضل على فكرة بيكين بودر العادي مش اللي هو ده اللي انا استعملته ورشة ملح طبعا هنديهم تقليبة بسيطة هنجيب الخلاط دقيق وهنبدأ نكوبه بالراحة شوية شوية ونقلب يعني كمية صغيرة نقود نقلبها كل شوية لحد ما نوصل لما دقيق كله يدخل معانا في الخليط طبعا دي ايه اللي هنستعمله هيبقى اللي هو دي ايه متعدد الاستخدام هنبدأ نحط شوية بشوية ونقلب مش هنحط مرة واحدة عشان نقدر نقلبه كويس ويدينا النتيجة اللي احنا عايزنا دلوقتي طبعا هنسيب المضرب اليدوي ده وهنستخدم ايدينا طبعا المغازلين ايدينا الاول قبل ما نستخدم اي حاجة او نعمل اي حاجة وخلي بالكم حاجة مهمة في الحلويات ان الكوباية اللي بتستعملوها تبقى نفس يعني مس الكوباية مج نفس النوع تستخدميه في اللبن والديق عشان يطلع لك الحاجة مزبوطة لو غيرت نوع الكوباية الحاجة عشان تطلع مزبوطة كده نكون خلصنا عاجينا بتاعتنا هنشلها في كيس او في ورق اللي هو الحافز ده هنغلفه كويس كده وهنحطه في التلاجة للمدة نصف ساعة اقل حاجة وعلى كده الوقت هنحضر اللي هو اللي هنحطه من فوق بتاعنا ممكن استعمل مربة فراولا ممكن استعمل مربة جزر او عسل ابيض طبعا ده كل واحدة الحزب زوقه انا عن نسبالي بحب مربة الفراولا ومربة الجزر بحسها احلى حاجة في البستافلورا هنفضل نقلبها كده كويس عشان ما تبقاش مكالكاة معانا لازم نقلب كويس كده هنطلع العجنة بتاعتنا من التلاجة هنديها كده عجنة بسيطة وهنقسمها تلات تربع وربع ازاي تلات تربع وربع هوريكم دلوقتي بالشكل ده انك انت تلات تربع وحط تربع صغيرة هنركنا على جنب هقول لكم بعدين هنعمل بها ايه دلوقتي هنبدأ نكون دهنين الصونية بتاعتنا اسم ونبدأ نفردها بادينا اه انا عملتها باديه طبعا يعني عشان الناس اللي ما بتعرفش في الحلويات او كده لكن ها الطريقة الصحيح عليها اصلا انك انت تجيب بورقة زبدة وتحط العجينة وورقة زبدة تاني من فوق تفرديها بالنشابة هتبقى حلوة معاكي وهتطلع مظبوطة بس انا عشان الناس اللي مش الطرف تعملها حبيت عملها لكم بالطريقة العادية بحاولة بسطلكم الحاجة عشان الناس اللي بتتعقد من حلويات بالعكس الحلويات سهلة جدا بس اهم حاجة تمشي على الخطوات هنفردها كويس في العجينة كلها ونحاول نعمل اطار خفيف قوي في اطراف الصونية يعني مش اطار عالي اطار خفيف كده كده نكونوا خلصنا الفرد بتاعنا هنجيب الحتة اللي ركنها على الجنب وقلت لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي هنحطها في طبق وهنجيب شوية دقيقة ونكبوهم عليه ونبدأ نعجينها ليه هنعمل كده هقول لكم بعد شوية طبعا نحاول ندخل الدقيقة كويس فيها خالص عشان احنا عايزينها تتقل شوية ما تبقى زي العجينة بتلزق دلوقتي هبدأ افردها على الرخامة صراحة بحب ان افرد العجين على الرخامة بحسوا بيبقى اسهل يعني الاول شوية بابقى في الطبق كده قعد عجن وبعد كده بحس ان الرخامة بتديها ملمس كده وبتزبط العجينة بتاعتي سواء في المعجنات او في البستافلورة زي كده زي ما انتو شايفين كده خلصت اي مش بتلزق معي هاركنها على جنب دلوقتي لحد ما حط المربى بتاعتي على العجينة اللي انا عملتها في الصونية هبدأ بقى اوزع زي ما قلتلكم المربة الفراولة او مربة جزر او اي نوع مربة بتحبوه او ممكن عصر ابيض في الناس بتحبها بالعصر الابيض برضو هتبقى حلوة زي ما انتو شايفين عشان ضربناها في الطبق فسهلة في الفرد معي الناس اللي بتحب البستافلورة عالية عالية يعني وكده ممكن بدل البطين تعملهم ثلاث بيضات في الصونية الحجم الوسط يعني الصونية اللي انا مستعملها دي اللي هي الصونية الوسطانية اللي هي في كبيرة في الوسطانية انا مستعملها الوسطانية لو عايزينها عالية هتعملوا ثلاث بيضات بدل البطين كده يكون خلصت الفرد بتاعي هبدأ دلوقتي اجيب اللي ركنتو على جنب العجينة وابشرها عليه خلي بالكم من طريقة البشر عشان ميبقاش مفتفة قوي انا بحب اعمله بالطول كده هوا يعني اخدها من فوق لتحت كده صحبها فهيديني الشكل الطولي كده بيبقى بحسه احلى لما بيبقى مفتفة قوي ما عارفش ما بستلطفهوش يعني وطبعا ممكن بدل البشري ده تستبدلوه تعمله قلوبة دواير في ناس تحب تعملها خطوط طولية سنبوكسات انا انا عنا زبالي بحب البشر بحسها طريقة حلوة وبتدي طعمة احلى مش بحب العجينة لما ببقى طويلة او مربعات او دواير بتبقى تقيلة من فوق قوي طبعا كل واحد زي ما بيحب يعني هنزل لكم قدير البستفرورة بالكامير في اخر الفيديو ان شاء الله افضل نعمل كده لحد ما العجينة بتاعتنا هتخلص كلها كده هنكون خلصنا العجينة بتاعتنا زي ما انتو شايفين شكلها حلو ازاي هندخلها في الفرن المدة ربع ساعة او تلت ساعة لحسب الفرن بتاعك في الرف الوسطاني وبكده هكون خلصت معاكم النهاردة التحدي بتاعي وطريقة البستفلورة يا ربي تكون البستفلورة بتاعتي تكون عجبتكم بقى مع كوباية لبن ساعة هتبقى طعمها جميل وتحفة وما تنسوش تروح تتفرجوا على الفيديو بتاع زيزي بعد ما تخلصوا الفيديو ده خالص عشان تقيموا الطريقتين وتقولوا انها اكتر طيقة عجبتكم ايه وان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع قناة سوبر زيزي عشان تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها في صندوق الوصف وحسيب لكم الطريقة بتاعتي برضو في صندوق الوصف وما تنسوش تقولوا لنا فكرة التحدي الجاية تحبوا تباقي وكتبوا لنا في الكومنتس الوصفات اللي نفسكم نعملها لكم او ما تنسوش تعملوا لايك واللي لسه ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك وما تنسوش شير عشان الفيديوهات بتاعتنا تتعرف وتتشاف اكتر نرجع بقى للبستفلورة وجمالها شايفين شكلها تحفة ازاي بجد تحفة تحفة طبعا عشان انا اللي عملها يعني يا لهوة على جمالها يا جماعة شكلها فضيع 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 شايفين شايفين ازاي هاشتراك تتقطع على طول بجد اعملوها لما تعملوا نصيحة مني يعني اعملوا كمية بالمارد وحفظوها في علبة في التلاجة ويالله باي باي